استخدام القوة العسكرية هو القرار الأصعب الذي قد يتخذه القادة الأمريكيون لكن لابد أن يكون الشعب الأمريكي واثقا بأن قادته يتصرفون بناء على المصالح الأمريكية والمخاطر التي تشملها هذه العملية والعواقب الناتجة عنها إن استخدام النظام السوري للسلاح الكيموي ليس تهديدا للمصالح الأمريكية فقط وإنما تهديد لحلفائنا في المنطقة كالأردن وتركيا وإسرائيل والعراق إذا كان الأسد مستعدا لاستخدام الأسلح الكيموية ضد شعبه فلابد أن نشعر بالقلق من أن تقوم تنظيمات كحزب الله وتضع يدها على السلاح الكيموي وتستخدمه لا يمكننا أن نتحمل أن يحصل حزب الله على السلاح الكيموي هناك دائما مخاطر متعلقة بالتدخل العسكري فالنظام الأسد الذي يخضع لضغوط كبيرة من قبل المعارضة قد يقوم باعتداءات كيموية أخرى فشلنا في التحرك من شأنه أن يقوض مصدقيتنا خاصة في سياق التزاماتنا الأمنية وسعينا إلى منع إيران من اقتناء أسلحة نووية ترجمة نانسي قنقر